اختتمت اليوم فعليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات الذي يُعقد في مصر للمرة الأولى ووصل حجم الاستثمار في هذا قطاع جديد حسب آخر إحصائية للعام الماضي 175 مليار دولار أمريكي من حجم الاستثمارات على مستوى الدول والشركات وهو رقم في صعود دائم شهدت فعليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات في نسخته الأولى إقبالا موسعا على كافة المستويات الحكومية والخاصة من المشاركين المحليين والإقليميين والدوليين وإشادة بالتنظيم الذي ارتقى إلى المستويات العالمية نحن نعمل على مستوى كل القطاعات والهيئات سواء قطاع حكومي أو قطاع استثماري أي حد مهتم بأمن المعلومات سايشيلد النهاردة واحدة من أكبر مقدمي خدمات أمن المعلومات لأن إحنا بنتميز بأن إحنا بنقدم كل خدمة لي علاقة بأمن المعلومات مش زي بعض الشركات اللي ممكن يبقى متخصص في خدمة واحدة بس فإحنا بنكون عندنا القدرة الكاملة إن إحنا نقدم الرحلة كاملة من بدايتها الأخيرة إحنا أكتر من إن إحنا بنقدم البرودكت إحنا حابين إن الطالب بتاعنا أو الخديج بتاعنا يبقى مشترك في حدث زي دوت والحمد لله يعني هم أثبته كفاءة من خلال البوث وكمان من المعارض إحنا الحمد لله الأكاداميك بارتنر أو زي منقول الأكاداميك سبونسر للمؤتمر لأن إحنا عملنا الورجانيزيشن بتاع الريجيستريشن إحنا نمسكينه والولاد بقى المتادة ينبقى هم الأيمين بالموضوع كل وبصراحة في كل الريجيستريشن وكل الجيتس وكل الهولز وكده إن محاولة استكشاف حلول مستدامة واستراتيجيات للتحول السايبرانية يعد من المسائل ذات الأولويات الملحة لدى الدولة كغيرها من الدول الطامحة للتحول الرقمي والرامية لحماية مكتسباتها في هذا القطع من أجل ذلك تبذل الدولة جهودا حفيثة من أجل رسم ملامح الطريقة بشكل أكثر ملأمة لمتطلبات هذا الشأن ومواكبة لتحدياته فكرة التصنيع دي يعني إحنا كمنظمين للحدث مش هنقدر نتكلم فيها ولكن طبعا مصر بتتحول رقميا بشكل كبير جدا زي ما قلت لحضرتك ويهمنا موضوع تأمين البنية التحتية المعلوماتية لهذا التحول الرقمي أهم موضوع له علاقة ببعض بشكل كبير جدا التهديدات الإلكترونية لتقل في خطرها عن التهديدات التقليدية لذا فإن التسلح بأحدث أنظمة الأمان السيبرانية هو أحد أهم جبهات الدفاع ضد هجمات القراصنة والإرهابيين أو الخارجين عن القانون من الداخلي أو الخارج كيفية التعامل مع أمن المعلومات في قطاع التعليم تاني حاجة هي عروض للطلبة تحت التخرج وحديث التخرج في مجال السيبر سيكورتي على عروض التوظيف وثالث حاجة هي فكرة الـ VR أو المحاكاة 3D في قطاع التعليم عن طريق لبس النظارات من الدكتور أو الطالب يلبس النظارة وبنحاكي اللي بيحصل في القطاع التعليمي أو كان معنا صح الكلات العملية أو الكلات النظرية النهاردة يقدر بكل بساطة أنه يلبس النظارة ويشوف كل حاجة قدامه مصر في الجمهورية الجديدة تضع أمان الوطن والمواطنين كأولوية قصوى ومن هنا كان CDIS Egypt في نسخته الأولى